ألا وماما شلونت شان وضع يامكم في مشيقان؟ لوضع والله الحمد لله مااشي الحال مدى نطلع وسوى الغرامة اللي يطلع 11 بالليل 500 دولار وتسجن 90 يوم لم تفصل بينهما سوى حدود قريبة لكن التواصل أصبح هكذا فقط عبر مواقع التواصل بعد أن فرض فيروس كورونا بند التباعد الاجتماعي إيمان في كندا وابنة هاريان في مشيقان الأمريكية مثل ما رأى بعضهم أن الحجر المنزلي فرصة لإعادة الترابط العائلي وصفه غيرهم بالعزلة والابتعاد عن أحبابهم لكن من أجل سلامتهم بيت بنتي تقطيع الشارع هناك وللأسف ما قادرين نشوفها ولا نتواصل معها إلا عن طريق الفيستايم أو عن طريق المسجز خوفا وحرصا على سلامتهم جميعا وعلى سلامة أهل البيت المهاجرون القدامى من العرب مدوا يد العون إلى القادمين الجدد لمساعدتهم في هذه الأزمة نتواصل في كندا مع الجال العربية عن طريق الواتساب وعن طريق الفيستايم وفكر السليفونات منبلغهم إيش اللي قاعد بصير إيش الأشياء اللي المفروض يديروا بالكم عليها يتبعوا الإرشادات تبعة الحكومة في كندا والعالم كله أصبحت مواجهة فيروس كورونا مسؤولية الجميع بغض النظر عن كل شيء عرب وكنديون يحصون بعضهم البعض على البقاء في منازلهم من أجل سلامتهم وسلامة الكوادر الطبية خليكم في البيت stay home خليكم في البيت رفاه السعد العربية تورنتو